في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان يعيش في أحد مدن الشرق الرائعة فتى المجتهد يدعى لبابا كان يعمل حطابا ويقطع الأشجار من الغابة ليبيعها في السوق شكرا جزيلا بعت كل ما لدي من حطب لديك حزمة حطب آسف يا سيدي لم يبقى لدي اليوم حسنا إلى الغد إن شاء الله يا عم لو كان عندي حمار آخر لجلبت ضعف ما جلبت وحققت ربحا أكبر أنت حمار جيد ولكنني لن أحملك ما لا تطيق أتريد حمارا يا سيدي؟ هل هذا الحمار لك؟ نعم وأريد بيعه اشتريه مني وأنا موافقة على أي ثمن تدفعه ولما تبيعينه بأي ثمن يبدو أنك في حاجة ماسة إلى النقود كان هذا الحمار هو الشيء الوحيد الذي ورفته الفتاة عن أبيها فقررت أن تبيعه وأن تعمل خادمة في بيت لأحد الأثرية أنا فقير يا مرجانة ولا أملك مالا أشتري به هذا الحمار منك ولا أستطيع أن أدفع لتعملي في بيتي أيضا لا أريد مالا إن كان لديك سقف وجدران تحميني ولكنني خذ الحمار بلا نقود وعمل وجمع النقود وعندئذ تستطيع أن تدفع إلي أجرة عملي أرجوك وافق يا سيدي أرجوك وافق وافق علي بابا وقاد حماريه متوجها إلى داره التي ستعمل فيها تلك الفتاة اليتيمة مرجانة هذا هو بيتي يا مرجانة منزل مبارك يا سيدي شكرا لك يا مرجانة أعطاني والدي هذا البيت قبل وفاته والباقي لأخي الأكبر معذرة سيدي سأذهب لأهتم بأمور التنظيف والطبخ قالت سيدي رائع جدا سأعمل كثيرا لأجمع ثمن الحمار لا يقطع لأنه مثلم سأبرد أسنانه من جديد صهيل خيون من هؤلاء يا ترى افتح يا سمسم انقلوا كل شيء إلى الداخل عبر سيدي كونوا حاضرين عبر 37 38 39 40 عصابة لصوص من 40 لصا بالتمام والكمال أغلق يا سمسم لا أصدق يكتفي بقول افتح يا سمسم فتتحرك الصخرة اسمعوا جيدا سنصطو هذه الليلة على القلعة ففيها أكثر من ألف سيف ذهبي افتح يا سمسم ثم أغلق يا سمسم أشياء لا تحدث إلا في الحكايات الخيالية ولكن لماذا لا أجرب هذا بنفسي افتح يا سمسم لقد تحركت الصخرة لقد أغلق الباب افتح يا سمسم يغلق بنفسه إذا دخل أحد ما ويفتح إذا ناديناه من الداخل بكلمة السر أيضا يا إلهي ما هذا ما أكثر هذه الكنوز إنها لا تقدر بأي ثمن أبدا إذا أخذت بعض أكياس الذهب فلن يشعر اللصوص بأن كنزهم قد نقص منه أي شيء ما رأيك؟ يا إلهي لماذا فعلت ذلك؟ وماذا تظنين أنني فعلت؟ قلت إنك ستعمل بشرف ولم تقل إنك ستسرق أموال الناس ماذا؟ اسمعي الحكاية أولا يا مرجانة وقص علي بابا على مرجانة قصة الأربعين لصا والمغارة العجيبة وبعد ذلك طلب إليها أن تذهب إلى بيت دلها عليه يسكن فيه أخوه وزوجته لتأتيه بمكيال الحنطة ليكيل به النقود لماذا يحتاج علي بابا إلى مكيال الحنطة؟ هذا أمر غريب جدا لا شك أن وراء ذلك سرا ويجب أن أعرفه انتهيت من الكيل والآن أستطيع أن أدفع إليك أجر عملك لا تستخدمها الآن وتصرفك الفقراء كما كنت فقد يتنبه اللصوص على ما فعلته بهم صدقتي فخبر الثروة المفاجئة التي حصلت عليها سوف يصل إلى اللصوص من الناس وحفر على بابا حفرة داخل البيت وخبأ فيها أكياس النقود الذهبية شكرا يا سيدتي الفاضلة ماذا؟ اسمعني جيدا يا زوجي ماذا حدث؟ كنت أختنق من حبة العنب يا امرأة إنه بريق الذهب دينار ذهبي؟ كيف حصلت عليه؟ طليت المكيال الذي استعاره أخك علي بابا ببعض العسل فكان هذا علي بابا؟ أهلا وسهلا بك يا أخي اسمعني جيدا أنت أخي الأصغر علي أن أحافظ عليك أموالي ولذلك علينا المحافظة عليها لقد علمت بالمصادفة أن لديك ثروة كبيرة حصلت عليها فجئت لتخبرني من أين؟ هيا هيا يا أخي أخبرني من أين؟ اسمع وأخبر علي بابا أخاه بكل ما جرى لأنه فتى صادق مغارة الوادي؟ سأذهب إليها الآن إياك أن تذهب يا أخي فقد يعود اللصوص في أي لحظة وهذا خطر لا تصدق يحاول أن يخص نفسه بالكنز مصدقة؟ سأجد كثيرا من الكنوز وأصير أثر الأثرياء وصلت أخيرا افتح يا سمسم إنها تفتح سأدخل الآن لدي الآن ما كنت أتمنى ذهب وياقود لن أستطيع أن أحمل أكثر من ذلك سأعود مرة ثانية والآن سأخرج كنزي من هنا افتح يا ملفوف صحيح تذكرت المفتاح ليس كلمة ملفوف كنت أمزح افتح يا بصل افتح يا فجل يا إلهي إنه لا يفتح ماذا سأفعل الآن لقد حبست هنا افتح أيها الباب أرجوك افتح يا صديقي افتح يا عزيزي افتح يا أي شيء ماذا تفعل الحمير هنا؟ لا أدري دخل بعض الناس المغارة أتظن ذلك يا سيدي؟ افتح يا خس افتح يا كلب كيف نسيت؟ كلب هي كلمة السر ماذا تريد؟ من أنت وكيف دخلت إلى هنا؟ هيا تكلم تكلم وإلا لقد فقد وعيه يا سيدي لم نضيع وقتنا قيدوه ليس ما نعود إلى هنا ثانية ألا ترى أن أخاك يا سيدي قد تأخر؟ نعم لقد تأخر كثيرا اسمع يا علي بابا إذا حدث لأخيك أي مكروه فلا تلوم إلا نفسك لأن انتقامي لن يتوقعه أحد هل فهمت؟ لا تقولي ذلك فهو أخي وسوف أذهب في الصباح للبحث عنه حمير أخي هنا إذن لا شك أنه داخل المغارة افتح يا سمسم أخي استيقظ ماذا جرى لك؟ علي بابا أين ذهب النصوص؟ ساعد علي بابا أخاه وأنقذه من قيوده ثم حمله مع الكنوز وتوجه نحو المدينة ولكن القصة لم تنتهي بل هنا بدأت كيف سأتصرف؟ ماذا سأفعل الآن؟ لن أستطيع الخروج وهذا القيد موضوع في قدمي لم يعد في إمكاني أن أمشي خارج البيت إذا رأاني أحد اللصوص سيعلم من فوره أنني من كان في المغارة وأخذ كنوزهم الذهبية وسيقتلونني عند ذلك بلا رحمة أمقذني يا إلهي أنت المسؤول عن كل هذا يا علي بابا أنت دللت زوجي على المغارة وأنت من أوقعنا في هذه الورطة عليك أن تخلصنا مرجانة أمرك يا سيدي اذهبي بسرعة يا مرجانة إلى صانع المفاتيح وعودي به إلى هنا حاضر ها انتهينا من فكه أحسنت صنعا بذلك يا سيدي تفضل هذه أجرتك هذا كثير جدا إنه يساوي أجرته في سنة كاملة ولكن أريد أن أعلم لماذا كان القيد الحديدي برجله وهذا أيضا لكي تنسى الأمر تفضل هل كان برجله قيد حديدي حقا أنا لا أذكر شيئا من ذلك يا سيدي لقد هرب لم يعد هذا المكان آمنا لوضع كنوزنا فيه بعد أن علم ذلك الغريب إذن علينا أن نغير المكان يا سيدي الزعيم لا لأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل جدا أيها المساعد الذكي يجب أن نبحث عن ذلك الرجل في كل مكان ونقضي عليه وبذلك نسكته هذا كالبحث عن إبرة في كومة قش اذهبوا وابحثوا عن رجل يحمل بساقه قيدا حقيديا هل سأجده بين هؤلاء الناس؟ يا قليل الأدب عفوا يا سيدي كان اللصوص يبحثون كل يوم في المدينة عن الرجل صاحب القيد فاتشوا طويلا لكنهم لم يعثروا عليه أقفلت سوق المدينة أبوابها يا رجال سترجعون الآن إلى الغابة وتعودون غدا للبحث عن الرجل هل ستبقى هنا؟ سألحق بكم بعد قليل هيا إلى الغابة سأجده صانع المفاتيح كيف لم أفكر فيه؟ مرحبا يا سيد أرى أنك أقفلت باكرا اليوم بل سأبقي دكاني مغلقا مدة طويلة عملت بأجرة عام كامل وكيف كان هذا؟ خلصت أحد الرجال من قيد حديثي ماذا؟ أنا لم أقل شيئا ظننت أنني سمعت شيئا مهما لم أقل شيئا وبهذه؟ دعنا نتفاوض يا سيدي ستخبرني رغم أنتك هذا هو البيت يا سيدي إنني أذكره جيدا هذا جيد اذهب أنت أتريد السكينة؟ شكرا ظننت أنك ستختبئ إلى النهاية سأضع العلامة هنا أكد نعرفه بسرعة يا سيد من المعيب أن تكتب على أبواب البيوت؟ بالحمسيانة قلت أكتبه على بابكم لا أهذا هو السبب الحقيقي؟ لا شك أن الرجل من اللصوص وضع إشارة على باب السيدي لمدة لي من أن أخدع هذا اللص الماكر الجزاء من جنس العمل واستخدمت مرجان فطنتها فرسمت دوائر على أبواب البيوت المجاورة العلامة دائرة على الباب هذه هي الدائرة يا سيدي وهناك أيضا دائرة مثلها وهنا أيضا وهنا وهنا وهذه أيضا أرأيت نتيجة ذكائك؟ لن نعرف الميت بهذه الطريقة الحمقاء أيها المساعد سلت الآن خطرا على المجموعة لأنك أحمق زماني أيها الزعيم لا لما أود أحتاج إليك الآن اذهب إلى المدينة وليدلك صانع المفاتيح على بيت الرجل صاحب القيد أخطعت أنت أيضا إذن اذهب إلى الصحراء ولا تعد في هذه المرة ذهب زعيم النصوص بنفسه إلى المدينة لأنه فقد الثقة بذكاء مساعدي وسأل صانع المفاتيح عن بيت الرجل صاحب القيد الحديدي ثم تنكر بزي تاجر وجاء ليلا إلى منزل علي بابا يا أهل المنزل ماذا يريد السيد؟ أنا تاجر زيت جوال متعب وأريد أن أرتاح فهل يمكنني أن أبيت ليلتي هذه في دياركم وأكون شاكرا؟ لكن سأسأل سيدي أولا من يملك دارا كبيرة مثل هذه لا يرد الضيف أبدا أهلا وسهلا بك في داري المتواضع تفضل يا سيدي وخيوله سيدي ليس هذا هو الرجل الذي هرب من المغارة علي من طرق الباب؟ إنه هو تفضل يا سيدي أدخل الخيول وأعد لتناول العشاء معا شكرا جزيلا لك على كرمك أيها السيد أليس مريبا أن يأتي هذا الضيف فجأة؟ تجار الزيت يستعملون الحمير وهذا معه خيول هذا هو البيت المطلوب يا رجال ابقوا في الجرار ولا تهدثوا أي تضجة وعند منتصف الليل أعطيكم الإشارة فتقطون عليهم لا أريد أن ينجو منهم أحد اختبئوا إنهم اللصوص ماذا سأفعل؟ حكاياتك مسلية جدا أيها الضيف العزيز أعددت لكم شراب التوت الممزوج بماء الورد كي يشربه ضيفنا أحسنتي أنت لا تنسين شيئا يا مرجانة اشرب يا سيدي بالعناء والشفاء شكرا لك كل شيء جاهز أنت تتمتع بنفس مريحة أيها السيد قواه هههههه خذ هذه سأسمعك قصة مغارة زعيم اللصوص الجعش What do you meanequيذًve لا لا لقد نسيها لاباس أنا أحفظ تلك القصة عن ظهر قلب أيها السيدان ها؟ ها ؟ أشربا casher خيولي أنت وحيد الآن وما من أحد من عصابتك يا زعيم اللصوص ماذا قلت يا مرجانة سأهضي عليك لا تدع زعيم اللصوص يفلط من بين يديك يا أخي انتظر لن أدعك تودي سيدي أيها الماكر ستريني ما سأفعل مرجانة سأنتقم منكم انتظروا عودتي لا شك أنه سيتجه إلى المغارة لنلحق به كنوزي أموالي سأنتقم منكم افتح يا سمسم لن تهرب أيها اللص أغرق يا سمسم بعد ذلك بنع لي بابا بيتا جميلا في الغابة أما زعيم اللصوص فكان أمره مختلفا لا أريد أن أذهب إلى الصحراء بلا عودة أرجوكم أرجوكم أيها السادة ساعدوني أرجوكم أعجبتني براعتك في استخدام السيف يا مرجانة شكرا سرت ثريا بفضل الله وفضل ذكائك أيتها الفتاة الطيبة أطلبي يا مرجانة سأحقق لك ما تريدين لا أريد شيئا إلا أن أبقى معك أيها الشاب الشجاع الأمين هل تقبلين الزواج بي يا مرجانة؟ كنت أنتظر أن تقولها زوجان سعيدان إلى آخر العمر زوجان سعيدان إلى آخر العمر ترجمة نانسي قنقر